بين الاستقواء على بغداد والسعي لتحالف جديد الأحزاب الكردية توحد الصف بانتظار حسم الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة شرطها ضمان حقوق الإقليم كما يصف مراقبون توحد مؤقت للأحزاب الكردية المنقسمة والذي دائما ما يظهر بعد الانتخابات مباشرة ليزداد اتحادا في حال اقترب إعلان الكتلة الأكبر التي لم تحسم إلى الآن رغم الاجتماعات المستمرة للإطار التنسيقي الذي يلمح لحكومة توافقية وهذا ما يطمئن الكرد في خلق توازن سياسي يضمن حقوقهم وفق مراقبين الأكراد لا يستطيعون عقد تحالف مع أي طرف خارج الأطراف الشيعية أو الإطار التنسيقي أو التيار الصدري فلا بد أن يكون هناك توافق ما بين الكتلة الشيعية من أجل تقديم رأسة الوزراء على ضوء الكتلة الأكبر وحتى لا تكون الحكومة بحالة أرباك لأن إذا كانت الأكراد تعقد التحالف أو اتفاق مع طرف الشيعي لا يقبل أي طرف الشيعي آخر يكون هناك أرباك في الحكومة وتكون هناك معارضة أو تكون هناك عرقلات كبيرة لذلك هي للخروج من هذه الأزمة لا بد أن تحسم كلمة الشيع باتجاه الكتلة الأكبر ومن هو رئيس الوزراء الحليف المترقب في الإقليم ينتظر نتائج المباحثات السياسية التي قد كثف منها الإطار التنسيقي في الآوينة الأخيرة رغم بيانات الصدر التي تشير لضمان رئاسة الوزراء الأمر الذي يجبر الأكراد على انتظار توافق سياسي لجميع الأطراف أنا أعتقد أنه اليوم الذي يقف في موقف جيد هو الأحزاب الكرديين أنها دائما هي ما كانت مرتبة أمورها قبل الانتخابات وفي الانتخابات تكون جاهزة التفاوض مع الكتلة السياسية في بغداد أنا أعتقد أنه رأينا في كل سنوات الانتخابات السابقة الجانب الكردي يبحث عن مصالحه ومكتسبات جديدة في الإقليم دائما ما يزيد من مطالبه في فترة الانتخابات وتشكيل الحكومة تبقى المشكلة أنه تكوين الكتلة الأكبر ومنها الكتلة السياسية التي تنطوي حول هذه الكتلة من المبكر الحديث عن طبيعة التحالفات لكن لا شك أن مرحلة حبس النبض والتمهيد ستبدأ قريبا ولا ثابت في التحالفات السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة